الزمالك الزمالك دايس بنزين على الآخر على الآخر خلص ديونه خلص مشاكله خلص غراماته خلص مشاكله مع الفيفا ودفع حتى الـ 15 مليون جنيه الاتحاد الكرة عايزهم منهم عشان يفتحوا لهم القيد في الاتحاد وكل الأمور المالية تزبطت فبدأ الزمالك اشتغل على ايه انا عايز اعمل فرقة فرقة عندي كانت مع كامل الاحترام والله بينك وصين كده بلاش عشان ما حدش يزعر يمسكه على الكلمة بس كان فيها عناصر كتير نقص كانت محتاجة تتكمل فالزمالك دايس بنزين دارة الزمالك دايسها بنزين وبدأت تشتغل على ضم لاعبين جده طيب اول اللاعبين تعالوا نشوف يلا يلا اه دي نقطة مهمة جدا بصوا عشان برضه ندي لمجلس دارة الزمالك حقه بشكل كبير جدا الناس دي تولت المسؤولية في 21 اكتوبر 2023 في 18 يناير 2024 يعني تقريبا بعد 3 شهور كانوا حولوا جميع المبالغ المطلوبة للاطراف اللي ساهمت في ايقاف القيد واللي وصلت لما يقرب من 2.5 مليون دولار 2.5 مليون دولار ماشي في 29 يناير فيفا بيرفع ايقاف القيد عن الزمالك رسميا يعني بعد 100 يوم من انتخاب هذا المجلس بعد 100 يوم كانوا حلوا المشكلة تماما تماما بعدها هالزمالك دفع الـ 15 مليون جنيه لانتحاد الكورة لتسجيل صفقاته الجديدة في فترة الانتقالات الحالية طيب هاتلي بقى الصفقات اللي حسمها نادي الزمالك انا قولك لوقتي الصفقات خلاص اللي حسمها نادي الزمالك والصفقات اللي الزمالك بيقترب من حسمها دي الصفقات اللي حسمها نادي الزمالك الزمالك انا هاتفاقه تضم محمد عاطف جناح فريق طنطا مقابل 4 مليون جنيه مع وجود نسبة اعادة بيع لصالح نادي طنطا تقدر بـ 20% حسم الزمالك تعاقده مع ناصر ماهر لاعب مودن فيوتشر مقابل انتقال عمر السيسي بصفة نهائية الى فيوتشر مع استعارة السنائي عبدالله محمد وعلي ياسر لمدة موسمين ونصف حسم الزمالك ايضا تعاقده مع احمد حمدي لاعب الاهلي ومنتريال الامريكي سابقا لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر حسم الزمالك تعاقده مع محمد شحات لاعب فريق طلاع الجيش لمدة 6 أشهر على سبيل العارة بنية البيع مقابل مبلغ مالي سيحدد يوم طيب لسه مع الصفقات اللي حسمها نادي الزمالك والزمالك ايضا تعاقد مع المدافع الفلسطيني ياسر حمد واللاعب سيصل للقاهرة غدا لإتمام الاجراءات النهائية ثم التوقيع الرسمية دي بقى الصفقات اللي بيسعى الزمالك لحسمها الزمالك ينتظر موافقة كتابية من ملاك نادي برامز لإتمام التعاقد مع عبدالله سعيد وسيف جعفر مقابل 30 مليون جنيه كمان الزمالك اتم اتفاقه مع مصطفى أشرف لاعب فريق بروسيا منشجلات باخ للانتقال إلى صفوف ولمدة أربع مواسم بصفة نهائية وتبقى فقط تحويل جزء من المبلغ المتفق عليه لحسم الصفقة لإتمامها بشكل رسمي يتفاوض الزمالك حاليا للتعاقد مع مهابي ياسر لاعب فريق الداخلية وتبقى الاتفاق على اللاعبين الذين سيتم أعرضهم لنادي الداخلية مقابل إتمام الصفقة بشكل رسمي ده فيما يخص نادي الزمالك